دي الحجة التالتة اللي هي حجة الحجة الوجودية اللي هي انتلاشيكال لا دي التانية دي خدناها صح دي حجة الصنع اللي هي design argument تمام حجة الصنع او حجة الصانع الحجة دي بتتكلمك ازاي بقى دي اللي تحولت بعد كده بقى حجة الضبط الدقيق the fine tuning تمام دي حجة دي بتتكلمك ازاي تقول لك هل يا اقل ان يكون كل هذا موجود بدون صانع يعني انت لما تيجي تنظر مثلا للحيوانات والدقة بتاعتها الدقة في التصميم في الجسد وانا مش عارف ايه الدقة في التصميم انا شايف ان التصميم مثلا كإنسان في منتهى الغباء ليه بدليل ان هو منتهى بيقول لك وقد خلقنا الانسانة في حسن تقويم لمس صح الكلام انت فيك غلطة انت فيك باج زي السوفت ويرك كده بانت حرام ليه ايه انت عندك فتحة واحدة ليه بققك دي بتاكل وبتشرب وبتتنفس وبتتكلم من ده تصميم في منتهى الغباء وملايين الاشخاص بيموتوا سانويا بسبب ان في حاجة سادة القناة التنفسية بتاعتك تمام واللي جات له اصغطة اللي وقفت حاجة في ظهوره صح؟ انا كنت اموت مرة وقفت بتاع مش عارف لقمة القاضي ولا بلح الشام وقفت وقعدت قلاص كنت اموت والناس ملايين بيموت كل سمسل بان في حاجة بتقفزه صح؟ كان يعمل لك فتحة يعني هو لو فيه واحد فعلا بيصممك وبيفهم تمام؟ كان خلالك بقق دال الأكل والشرب وعمل لك فتحة التنفس مثلا نيينة تحت دقنك كده تمام؟ صح؟ عشان ما فيش حاجة تقف فيها بقى ولا فيه اكل ولا شرب ولا بتاع ولا لسان ما انت احيانا لسانك ما انت احيانا مش بيقول لك فلأم بلع لسانه ومش بيبقى بلع لسانه فعلا اللي حصله ايه تعرف انت لما بيغمع عليك بيجيلك اغماقة يعني فأعصابك كلها بتسيب فلسانك ايه؟ بيسقط القاعدة بتاعت اللسان بتسقط بتقفل الحتة الليه بيعد منها له تمام؟ فتصميم الانسان ده ده عايز حلقة كاملة يعني تصميم الانسان ماليء بالمشاكل يعني انت اخبرك فالمهم يعني هم بيقول لك ايه يعني تصميم الانسان ده والحيوانات والكواكب دي وكل الكلام ده معقول يكون بدون صانع تمام؟ والحجة دي بتدخل على اغلب الناس وها سبب ايمان اغلب الناس لماذا بقى؟ لان ده ظاهر للعيان يعني ده ظاهر لكن لما تيجي تتعلم وتقرأ بقى في كتابين شديد الاهمية يا جماعة شديد الاهمية كتاب The Blind Watchmaker تمام؟ بصانع الساعات الاعمى بتاع ريتشارد دوكنز بروفيسور ريتشارد دوكنز رهيب الكتاب ده رهيب وكتاب تاني ده مصد برضو اللي هو ايه؟ كن من لشيء بتاع لورانس كراوس شرح لك بقى ازاي؟ انه في حاجة اسمها مطر وانتي مطر ان الانتي مطر دي والمطر لما يكون نسبتهم متساوية بيبقاش فيه شيء لكن لو اختل التوازن ما بينهم الانتي مطر بتقلم المطر بتبتدي تتكون الايه؟ الاشياء فهمت؟ كتاب يعني بقول لك الكتابين دول هينقلوكنا على حضرية يعني ما تقراه وما ينقله مخك نعلى المكان تاني والاتنين ولا بتكلموا في اسلام ولا في المسيحية ولا في ايه حاجة من الحاجات دي الاتنين بتكلموا في الجزئية ان كيف ممكن ان يأتي هذا الكون من لاشيء؟ وكيف تأتي هذه الحوانات من لاشيء؟ تمام؟ وبعدين في رد بقى بص انت لو عايز تلجم انت كشخص يعني ملحد عايز تلجم اي حد بستدل بالحجة دي ترد عليه الرد لان بقوله لك ده مش هيعرف يفتح بقوة هيسكت مش هيحط منطق اللي هو ايه؟ انت دلوقتي الحجة دي تقدر تسميه حجة التعقيد انت بتقول عشان الكائنات معقدة التكوين وكون معقدة التكوين يبقى لازم لي صانع صح يا عم شما بيقولوا كده انا همشي معاك لغاية الاخرى على طول المسطرة انا متفق معاك صح التعقيد ده اللي في الكون وفي الانسان وفي الحيوان ده ماشي لازم له صانع ايهما اعقد الله في التكوين الله ام مخلوقاته الله طبع اذا كان المخلوقات المصنوع بتاعته بهذا التعقيد يبقى الله اشد تعقيدا في التكوين منهم صح ولا مصح يبقى بلا جدال الله اشد تعقيدا في تكوينه من مخلوقاته طيب فاذا كان الاقل تعقيدا يحتاج صانع فمن باب اولى الاكثر تعقيدا يحتاج صانع صح ولا مصح تاني انت بتعتمد في حجة الصنع اللي هي على تعقيد الكون وتعقيد تكوين الانسان وتعقيد تكوين كل هذا وان التعقيد ده لازم يبقى ليه صانع همشي معاك على طول خط مش اقول لك لا مع ان انا ممكن اقول لك لا اقول لك بقى اقرى زي ما انا قلتلك اقركم من لاشيء لورانس كراوس وصانع الساعات الاعمال ريتشارد دو كنزقين لا انا مش اقول لك اقول لك كلامك صح صح حاجات المعقدة دي لازم لها ايه صانع طب هل تتفق معي يا صديقي المؤمن ان الله لازم يكون اشد تعقيد من مخلوقاته صح منطقيا يعني انا اشد تعقيد في تكويني ولا الماكرافون ده انا لان انا اللي عامل الماكرافون يبقى انا لازم اشد تعقيدا منه صح فالله دائما يجب ان يكون اشد تعقيدا في تكوينه من مخلوقاته صح ولا مس صح يبقى الله يبقى من باب اولى اذا كان المخلوقات اللي هي اقل تعقيدا بتاعتك صانع يبقى الله الأشد تعقيدا محتاج صانع برضه أما التعقيد بتاعه ده تكون إزاي اشرحوا لنا بقى قولنا التعقيد بتاع الله ده كان المعقد ده اللي هو صانع الكون ده كله بتريليونات بتريليونات المجرات والكواكب والنجوم والأجرام والكلام ده كله وممكن يكون فيه حيوات تانية في الكواكب التانية في مجرات تانية ما يعرفش عن حاجة تمام لا كمبيوتر مش هسد أشد تعقيدا من الإنسان بدليل يعني قارن إنسان كده متمكن في حاجة مقابل للAI اللي هو Artificial Intelligence قارنه كده باللي بيقدر يعمله الإنسان مش هيعرف في حاجات كتير مش هيعرف صح ولا مش صح فالله أكيد شديد التعقيد من هذا الكون الضخم مين بقى الصانع بهذا التعقيد يصمتوا هنا حطوا منطق ما حطوش منطق ما فيش حد فين بيفتح بق انت فهمت؟ الله من باب أولا هو محتاج صانع أكتر من المخلوقات المعقدة فحجة الصانع دي مرضود عليهم طب أه حجة ده كله أه لي صانع طب الله بقى من الصانع بتاعه اللي هو الأشد تعقيدا من كل هذي المخلوقات من الصانع بتاعه تاني حاجة احنا قلنا على كتابكم من الأشيء وموضوع الماتر والأنتي ماتر ده بتاع لورانس كراوس وصنع الساعة الأعمى بتاع ريتشارد دوكنز وتعالنا نتكلم بقى لما انت بتيجي بقى في الأشياء اللي زي دي في الموضوع ده الموضوع ده شدي الحساسية حجة الصانع دي تمام؟ لان هي بعد ما فشلك في أولها تمام؟ وأقول لك فشلت ليه؟ هي فشلت بسبب ثلاث حاجات نظرية التطور ونظرية البيج بانج وفكرة الخلايا الأولى ليه بقى؟ من نظرية التطور بياني بمطالة البساطة وبالعلم يعني ان الانسان عبارة عن حيوان متطور بمطالة البساطة وده عمل جرح نرجاسي عند الإبراهيمين عشان دمر قصتهم بقى اللي هي بتاعت آدم وحوى وقابش وقت طين ورح عامل فيهم كده بقى آدم وبعدين رح شد منه ضلع عشان المونة كاب مع الجزة معاه تمام؟ الطينة كات قليلة يعني ما جابوش نقل الطينة حلوة كان موسع على نقل الطينة وما جادش وكده فشد من آدم ضلع رح عامل حوى طبعا قصة يعني تافيها لا يصدقها إلا حتى الأطفال بيرفضوها دلوقتي تمام؟ وتهدم كل هذه الأديان الإبراهيمين نظر التطور قدمت لك يعني تصور علم أثبتت كل التجارب يعني كل التجارب الحيوية وكل ما توصلت إليه أنت في البيولوجي وفي صناعة الدواء حتى كله مبني يا صديقي والمضادات الحيوية كله مبني يا صديقي على نظر التطور نظر التطور دي مش نظرات دي مسلمة حبيبك تمام؟ مؤيدة بألاف الأحفوريات كويس؟ ونظرات البيج بانك نين في الجارة العظيم طيب إيه اللي بتبين لك الكون ناشا إزاي؟ يعني ده حسب المتوافر لدينا من العلم الآن ممكن نظهر شيء جديد في المستقبل والناس بقى مش بيعود على البسطة زي عندنا هايسا مطلعت وشخيل أصير وعد على البسطة وعد يعمل لك كده وعد يقول لك نظر التطور سقطت في الغرب لا ده الناس بتعمل بقى يعني لك أنت تدخل في مؤسس اسمها سير تمام؟ في أوروبا اللي هي عاملة حاجة اسمها الهاردون كلايدر تمام؟ اللي هو مصادم الآيونات ده الضخم ده حاجة يعني عبارة عن جسم ضخم من الأنابيب كده عامل دائرة قطرها مثلا معدي مش عارف من سويسرا فرنسا لفين؟ تمام؟ حاجة ضخمة جدا يعني عشان يجربوا يعني الانفجار الأول ده كان شكله ايه؟ يعني الناس بتصرف مليارات الدولارات مليارات الدولارات واليوروهات عشان تثبت الناصرات العلمية مش هو واقعك كده سوري في اللفظ ماركون على طيزو بقى يقولك نازل التطول سقط في غرب ولا ما فيش حاجة اسمها بيك بانجلاء علم علم وبتصرف عليه فلوس وأبحاثه وعلماء وآلاف الفيزيائيين اللي معاهم درجة الدكتوراب وبيعملوا يعني أبحاث مش عملية يعني كده هي بل العملية مش بقيقي مش متكلم في الفلسفة ولا في المنطقة متكلم في علم طبيعي تمام؟ طيب كنت خالية الأولى بقى إيه؟ بمتال بساطة يعني ما عندنا من العلم الآن بيقول أن الكرة أرضية في أول تشكلها كان بتضربها لنازك وبتنفجر فيها البراكين وكانت مولع نار فصنعت ما يسمى بالشربة الكيميائية الشربة الكيميائية دي حصل فيها البروتين يعني حصل لها البروتين فولدين البروتينب بتتشكل بتتجمع بأشكال معينة عشوائية عشوائية مثل الروبيكس كده اللي انت بتتغيره ده شكل منهم هو جمع عمل أول خلاية دي وأول خلاية دي تقدر تترس يعني تتتبع كل المخلوقات البشرية جينايا إليها تمام؟ أول خلاية ظهر دي تقدر تتتبع جينايا يعني الناس المختصة بيقولك كده يقولك تقدر تتتبع جينايا جميع المخلوقات الكائنات الحياة الموجودة دلوقتي يعني تقدر تتتبع جينايا لهذه الخلاية تمام؟ دي نظرية الغالبة بالعلم الموجود اللي هي عندنا في نظرية أخرى بتقولك إن الحياة جات من إيه؟ جات من كواكب تاني لأن الأرض لما تشكلت تمام؟ هي نتيجة غبار كوني فمن الغبار والكوني ومن الحاجات اللي وقت عليها ومن النيازك والمزنبات ومش عارف إيه والحاجات دي كان في بعض صخور عليها كخلاية حي فالخلاية حياة دي تكسرت على الأرض وتطورت بعد كده وصلنا لإيه للكائنات الحياة دي تمام؟ وطبعا المسلمين يستطيعون دول الآية اللي هي بتاعت إيه؟ صورة في الصلط آية 53 اللي هي سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ما أنت تورين آياتك لما كون الآية دي منصوبة ليك؟ يعني لما كون الآية دي منصوبة ليك أنت اللي عملها مثلا وفي دليل واضح أن أنت اللي عملها كالله إسلام مش إله حتى لا ده إله خاص يعني سؤال بقى دم هو سنوريهم آياتنا في الآفاق لماذا صنع يعني أليس من العبس صنع يعني مليارات الكواكب والمجرات الفريغة؟ وهذا عبس وهذا عبس تمام؟ وهذا إيه؟ عبس أنت تعمل تريليونات الكواكب الفريغة أنا في فيديو يعني أنا عايز أورغولك نشوفه مع بعض كده ربع دقائق تمام؟ ده أنا جايبه آآ من قناة موجودة على تويتر وموجودة على يوتيوب تحياتي لهم اسمه تمام؟ آآ يعني قناة بالترجم المحتوى تمام؟ قناة بالترجم المحتويات يعني أنا بس عايز أطلع هو راح فين؟ عشان أنت عارف أنا عندي إيه؟ أنا عندي فيديوهات كتيرة جداً وهو ده أفضل آآ 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 ده بيوريكي الفيديو ده حجم الارض بالنسبة لكواكب التانية وحجم حتى الشمس بتاعتك بالنسبة لكواكب التانية وحجم حجمك مجردك بالنسبة لكواكب التانية اتفرج على الفيديو وفيديو بس فقط الاخر وركز معك اشتركوا في القناة 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 الدقيقة اللي هو ايه The fine tuning كواش بعد ما خلاص بقى هو يأس من الموضوع بقى ان الالح عمل واحد من طين وخلاص بقى القصة دي ما بقيتش يتاكل يا لسه بتاكل عندنا احنا تمام بص عندهم بطلت تاكل فالمهم قال لك بقى قال لك بقى قصة جديدة قال لك بص يكون ده مضبوط بشكل دقيق جدا سرعة الضوء الجاذبية السوابة الفيزيائية دي لو اختلت كان يكون بتاعنا ده استحالة كانت مثلا الكوة ارضية بتاعتنا والحياة بتاعتنا دي كانت استحالة ان هي تصل بالشكل ده يعني ان تبقى بالشكل ده دي الحجة بتاعته هو الله اللي عمل خلية الاولى دي وسبها سبع مليار سنة مثلا مليار سنة مثلا يعني مليار سنة ولا حاجة ولا مليارين سبها تتطور بقى كده للكائنات الحياة والحاجات هو الله هو الحد حط الاساس بتاعته هو اللي رمل بزرع ودخل نام وقام الصبح لقى الدنيا شكالي والدليل انت لو ايه يعني لو كان فيه خلل في السوابة الفيزيائية زي يعني سابت بلانكو والحاجات دي كامل حامة وباشكال طيب ده دليل ان في حد تدخل وضع هذه السوابة الفيزيائية ووضع قوانين معينة طيب الرد عليه بقى مع وجود عدد لا نهائي من الأكوان زي ما شفتنا في الفيديو كده بمعايير وثوابت مختلفة يعني السوابة الفيزيائية في أكوان تانية ممكن تبقى حاجة مختلفة أو في مجرات تانية أو في فيديوهات تانية اصدد في كواكب paperwork فوجود عدد لا نهائي من الأكوان بمعايير وثوابت مختلفة ellas في هذه الحالة تصبح الصدفة العشوائية هي سبب هذا الضبط يبد Whole يعنيسل عدد تهね واحد وتلاتة من عشر السابته بتكون تاني واحد وثательно وثلي من عشر السابته ت direkt عدد واحد واحد من عشر السابته بتكون روافع تسع من عشر تمام فوجود عدد لا نهائي من الأكوان وعدد لا نهائي من الاحتمالات ممكن ينتج كون زي كون بتاعنا في هذه السوابت تمام ممكن في كون تاني السوابت الفيزيائية خلقت حياة بس بصورة مختلفة الناس مثلا بتتنفس فيها النتروجين مثلا مثلا اوليها صور تانية احنا دائما بيغلب على ذهننا ان وجود حياة اخرى لازم تبقى شبه الحياة بتاعتنا او بنفس التصور بتاعنا عن الحياة خالص ممكن تبقى فيه كائنات مختلفة تماما والميكانزمات بتاعتها مختلفة تماما والسوابت بتاعتها مختلفة تماما ممكن تكون ما بتتنفسي او بتتنفس مواد اخرى غير الاكسوجين وممكن يبقى لها شكل مختلف تماما احنا دائما بقى تعرف على الافلام بقى ايه بوازة دماغنا الافلام تحت الفانتزي الامريكية بقى لما اجيب لك بقى اللي هو الايه الكائنات الفضائيات دماغة كبيرة وعنيها واسعة ومش عارفه دانها فين وطلع له انتنة اريل من دماغه انت عارف الكتاب يعني ايه خلاف بقى اللي جامل الشرط يكون كده خالص فموجود عدد لا نهائي من الاكوان ممكن بمعيول والثوابت مختلفة ممكن الصدفة العشوائية تتسبب ان فيه كون مختلف في الثوابت دي اللي هو كون بتاعنا فنشأت في حال بس بمنطقة البساطة لكن حتب بقى فاين تيونينج والله ظبط الحاجات دي ودخل نام بقى وسابها شغالة مش منطقية مش منطقية ومن قال لك ان فيه ظبط دقيق انا عايزة اسألك سؤال بس ده الارض دي انت لما تيجي تقرأ تاريخ الارض دي فضلت مئات الملايين من السنين تضرب فيها النيازك وكالدرجة الحراب على سطح الارض بتوصل لمية الف درجة ماوي من ضرب النيازك والمخلفات الكونية والبراكين والصواعق تتكلم في ايه مش مناسبة لحيزة ما انت متصوح ده كل شيء في الحياة معادي ليك فيروسات وبكتيريا وأمراض وأوبئة وحيوانات متوحشة بتجري وركت في الغابة انت فهمت ده انت هم بيتكلموا على الحياة اللي هم عايشينها دلوقتي بعد من البشر تطوأ لك انا بكلمك على حياة الانسان البداعي بقى تمام ده الانسان البداعي ده ده كان طالع دين دينه عشان يروح يلمله كم حبيت تين على يكل بقايا الحيوانات البقايا المتبقية من الحيوانات الشارسة من الفرائز بتاعتها يعني يكسر عظمه يأكل النخاع بتاعها ولا حاجة كان بيطلع دين دينه ممكن يمشي 20 كيلو تمام وممكن يطلع حاجة تاكله ولا دبانة تقرصه ولا بعوضك تقرصه في موته يعني كانت حياة جحيم يعني انت لو عاست تقترب حد يعني يبع عندك صلابة نفسية وتبقى قوي كده اقترب الانسان القديم يا صديق احنا مرفعين جد البشر اصبح مرفعين جد الانسان من 50 الف سنة كان يوميا بيمشيله على الال في اليوم 25 كيلو عشان كده كان شي بيدخل تمام ويأكل كتير لان هو بيبذل مجهود ضخم جده عشان يجيب الاكل انت دلوقتي ايه المجهود اللي بتبذله عشان يجيب الاكل بتفتح التلاجة انت فهمك انت بتفتح التلاجة فيها كل حاجة لكن هو كان عشان يوصل للفواكه اللي انت حطيتها في درجة التلاجة دي كان بيمشي 20 كيلو تمام عشان يوصل لحاجة كلها وممكن في الطريق ده بقى أسد يأكله تعبان يقرصه نسر يقروه في دماء يعني لازم كده تمام هو الانسان تطور يعني تابعا للبيئة اللي هو موجود فيه البيئة العنصر أساسي في التطور ده الرد على الحجة اللي هي ايه اللي هما استبدلوا حجة الصنع بقى تطوروها الحجة اللي ايه الضبط الضخيف لو تلاحظ هي الحلقة مختصرة عشان بحاول ان اختصر معك على قدر مستطعش ما تبقاش ضخمة ما اصطفدش فيها أو يعني تمام عشان تنتج طيب الحجة الخامسة والاخيرة اللي هي حجة التجربة الروحية حجة التجربة الروحية أو دي حجة يعني هي سهلة الرد عليها بس هي حجة موجودة بتتكلم عن يه الحجة دي طيب اه لا انا نسيت اه اه صح انا في واحدة عندناها كده ايه اتش كبير انه عجزنا بقى